احنا بكم فيديو بديد و معكم نهو من شركة ايفون والنهاردة معدنا مع فيديو جديد من فيديوهات المنتجات الجديدة اللي نزلت معنا في ايفون مؤخرا قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا وتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ويالله بينا تعالوا نشوف رأيي ايه في المنتجات بتاعتنا النهاردة و زي ما ترايفين النهاردة الريفيو الذي طال الانتظار له ومنتجات كان نازل معنا السيرم من فترة طويلة و زي ما انتم شايفين كده انا يعني قربت خلص دي لب هو الرابعة او الخمسة من جمال السيرم ده و الناس كتير اتكلمت عنه و عن جماله ولكن النجم بتاعنا النهاردة وهو اللي نازل معنا جديد مؤخرا طبعا كل منتجات ان يوم فيها البروتينول و ده واخد براءة اختراع من ايفون حصري البروتينول ده عبارة عن حاجة بتحفز الكولوجين اللي البشرة بتفقده احنا لما بنكون اطفال او بيبيهات بيبقى عندنا نسبة افراز الكولوجين مع كبر السن النسبة دي بتقل فالفعالية بتاعت البروتينول اللي ايفون واخد براءة الاختراع بتاعها بتساعد على تحفيز الكولوجين و ده اللي بيحزن من مظهر البشرة و بيخلي بشرتنا ترجع تاني فيها نظارة زي بشرة الاطفال السيرم بتاعنا هو سيرم التنعيم والسموزينج و شد البشرة و ملء التجعيد السيرم مليان مميزات والسيرم رائع جدا و ايفكتف جدا و بيظهر تأثيره على البشرة في وقت قليل جدا هما كاتبين ان هو في سبع ايام بتستعيدي نظارة بشرتك بشكل واضح و طبعا بيأثر على المسام بيضيق المسام بنعم البشرة بيشدها حاجات كتير هنقراها في الكاتالوج معنا النهاردة و كزلك برضو كريم العين في نفس المكونات وهو البروتينول اللي بيدي تأثير فعال جدا للبشرة ما بالكم السيرم عمل في بشرتنا ايه؟ شوفوا بقى لما السيرم دوت ينزل منه كريم عين هنشوف قوام الاثنين و هنشوف كمان تأثيرهم على البشرة معاية كان ايه؟ بس انا حابة اقولكو ان السيرم من المكونات الاساسية فيه والفعالة جدا هو النياسينامايت و ايه اللي ما يعرفش فايدة النياسينامايت هو بيسعر على تنعيم البشرة وتقليل الخطوط والعيوب اللي موجودة في البشرة و بيقوي حجز الحماية الطبيعي بتاع البشرة و بتاع الجلد يعني ايه؟ حاجز الحماية الطبيعي الحاجز اللي بيخلي البشرة بتاعتك بتحتفظ بالترطيب اكبر قدر ممكن هو ده الحاجز بتاع الحماية احنا احيانا بنرتب بشرتنا و نحس ان احنا بشرتنا مشدودة ما حسناش بالترطيب الفوق ده بيبقى عندنا ضعف في الحاجز بتاع حماية البشرة لكن الحاجز ده لما يبقى قوي فبيخلينا نحافظ بالترطيب بتاع المنتجات بتاعتنا لأطول فترة ممكنة و نستفيد منها بشكل رائع و قلنا المنتج التاني هو البروتينول و البروتينول دوت هو اللي بيحفز الكولوجين الكولوجين اللي بيساعد على شباب و نضارة البشرة و المكونات دي من اقوى المكونات اللي بتسيب افكت و بتسيب تأثير رائع جدا على البشرة زي ما كاتبين معينا في الكاتالوج بتاعنا كاتبين اول حاجة ان كريم العين بيساعد في تقليل الخطوط التعبيرية اللي بتكون حوالين العين بيساعد على اعطاء منطقة محيط العين باكملها بيديها ضي مشرق بيساعد في تقليل ظهور الهالات السوداء و الانتفاخات طبعا الاتنين الاولينين دول بصراحة هو بيقوم بهم بشكل مرحوظ يعني فعلا انا فيه عندي خطوط حوالين عيني انا لما ابتديت ان انا استخدم المنتج الرائع دوت اللي هو الرينيور اي كريم بصراحة حسيت بتحسن في المنطقة اللي حوالين عيني ولكن محسيتش بتحسن في الهالات انا الحمد لله ما عنديش انتفاخات حوالين عيني ولا انا من الناس اللي بتصح من النوم يعنيها منفخها فانا الحمد لله ما عنديش نقطة الانتفاخات دي فما اقدرش حكم عليها ولكن عندي هلات فأنا محستش يعني تأثير مبهر على الهلات ولكن هو بيدي ضي رائع جدا حوالين العين وبيأثر فعلا على الخطوط التعبيرية حوالين العين وأنا لما شفت الريفيوز بتاعته بتاعت الأجانب حسيت أن هو قوامه تقيل لكن في الحقيقة القوام دوت البشرة بتمتصه بسهولة وهو مش تقيل خالص هو لونه تقيل لكن هو قوامه خفيف وده شكله والبشرة بتمتصه بسهولة جدا زي ما انتوا شايفين بصوا رائع جدا ومش تقيل خالص حوالين العين ولا العين بتتحسس منه دي بقى من الحاجات الممتازة جدا في كريمات عين كتير بتسبب حرقان شديد في العين لا ده من الكريمات اللي ممتازة جدا والعين ما بتحسس منها وهما كاتبين في النشرة الداخلية أني أنت بتحطيه على شكل حرف سي يعني أنت بتوزعيه مش رايح جاي كده لا أنت بتاخدي الكريم وتلفي حوالين عينيكي من فوق عشان تعملي السحب والمنطقة بتاعت العين تبقى مشدودة ما نروحش ونيجي فنعمل تجعيد وخصوصا أن المنطقة بتاعت الجلد اللي تحت العين دي بتبقى رائعة جدا طبعا هو حجمه خمستاشر ملي رغم أن أنا جايباه بقى لي حبة وبستخدمه كتير أنا حاسة أن العبوة لسه مليانة أما السيرام بتاعنا فزي ما أنتوا شايفين دي العبوة رقم خمسة أنا أستخدمها وكمان هي الرابط تخلص زي ما أنتوا شايفين السيرام يباني أنه هو بيضوي أو في حبيبات لماعة لكن على البشرة ما بيديش الإفكت ده خالص يعني ما بتحسيش أنه فيه جليتر لا ده البشرة بتتشربه بسهولة جدا من أجمل السيرامات اللي أنت ممكن تستخدميها في إيفون وفي حياتك عموما البشرة بتتشربه بسهولة جدا بصوا أنا حطيت نقطة بصوا يعني أنا إيه دي ترتبط النقطة دي أنا تكافي وشي مش تكافي إيه دي تكافي وشي بصراحة نقطة منه بتكافي وتوفي وأنا دايما 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 نعم ما حب أن الميكب بتاعي يطلع سموز وناعم لازم حطه قبل كريم الأساس بتاعي أو قبل الميكب حتى لو مش هحط الكريم أساس بيدي إفكت خطير خطير غير أنه هو كثيرة معلاجي أنت تقدر تستخدمين صبح وبالليل أو بالليل بس أو الصبح بس حسب احتياج بشرتك لي لو أنت حابة أن أنت عالجي مشاكل كتيرة عندك في البشرة طبعا هو بيعمل أكم من المميزات بيقلل من ظهور الخطوط الدقيقة وده بيساعد جدا في أن هو يديكي بشرة بمظهر مشدود وضاي مشرك بصوا بصوا البشرة تشربته ما فيش أي حاجة بتل المعين هي إيه بصوا ما فيش أي لمعين هي إيه المعين اللي أنتو شايفينه في الإزازة ده بيبقى موجودة على البشرة على الحقيقة هو بس مجرد بيدي ضاي كده بشرتك جلوي منها فيها كمان قلنا بنعم البشرة ومن الحاجات الرائعة اللي هو بيقوم بيها إن هو بيقلل من مظهر المسام الواسع الناس اللي بتشتكي من المسام اللي بيبقى شكلها واسع واللي بتحطي كريم الأساس يروح كريم الأساس شاربها لا مع السيروم دوت هتنسي المشكلة دي نهيئي فأنا أنصح كل الناس تستخدم السيروم ده رائع وفعلا خلال أسبوع بتحسي بنتيجة مبهرة مبهرة حرفيا بيقوم بكل الحاجات اللي هما كتبينها في الكتالوج كتالوج وهي كسيروم ياخد مليون على عشرة من جميله أنا بحبه جدا هو والسيروم تاع الهايلورونيك أسيد وكمان سيروم الفيتامين سي ولكن ده بقى لا ليه ريحة نفاذة ولا ليه التأثير اللي هو بيبقى فيه استيكي كده زي الهايلورونيك أسيد فيه ناس بتتدايق من الإحساس ده لأ هو ما بيسبش أي حاجة من الحاجات دي خالص ولها فيه ريحة مثلا زي سيروم الفيتامين سي فيه ريحة ملموسة ده لا ريحة ولا تلزيء ولا أي حاجة أنت بتخطيه وبتحسي أصلا أن أنت بشرتك بقت مترتبة فيها نظارة مجدودة نعمة أنا لو قعد تتكلم على المجموعة دي ممكن قعد تتكلم ساعة ساعتين تلاتة يوم يومين تلاتة كتير هتكلم كتير مجموعة من أروع ما يكون من أجمل منتجات السكين كير اللي ممكن تمروا عليكي في حياتك فإحنا لو تكلمنا عن سيروم الفيتامين سي فهو بيدينا نظارة وتوحيد لون لو تكلمنا عن سيروم الهايلورونيك فهو بيدينا ترطيب وبيشد البشرة انت عندك بقى هنا سيروم متعدد المواهب متعدد الاستخدامات متعدد حل المشكلات يشد البشرة بيشد ترطيب البشرة بيرتب تنعيم البشرة بنعم مسام بيدي نظارة بيدي مظهر موجود بجد مجموعة رائعة سواء السيروم أو كريم العين الاتنين ممتازين ويستخدم بقى لو استخدمتهم مع بعض كريم العين برضو يفضل ان انت تستخدميه الصبح أو بالليل حسب ما انت عايزة أو في روتينك الليلي برضو حسب ما انت عايزة يعني مفيش مشكلة من انت تستخدميه مرتين في اليوم أو حتى مرة واحدة بس نداوم على استخدامه ده كان الريفيو بتاعنا النهاردة اتمنى يكون الريفيو افادكو طبعا كريم العين يعتبر منتج جديد معينا وانت طبعا لو حبه ان انت تحصلي على كريم العين أو السيروم تقدري تعملي معينا العضوية في ايفون وتخديهم بسعر اقل من السعر الموجود في البروشور وتستفدي من عروض مجلة الاعضاء وكمان تستفدي من العروض الداخلية بتاعت الشركة واقل سعر الشحن واحيانا بيكون الشحن مجانا يعني تشتري منتج بتاعك وتدفعيش ولا جنيه شحن اما لو انت حبه ان انت تشتري منتجات بتاعتك ببلاش تشتغلي معنا في ايفون ويكون ليكي مرتب وعمولة شهرية تقدري برضو تكلميني على الواتساب على الرقم الموجود على الشاشة عشان نعمل العضوية سوا واكلمك اكتر عن الشغل بتاعنا في ايفون اما لو انت حبه ان انت تطلبي المنتجات الرائعة دي من عندي من على الجروف لينك الجروف او التعليق مسبت وكمان في صندوق الوصف واسمه ينزلكه هنا على السكرين تقدري تخشي تطلبي اي منتج موجود في الحملة الحالية او الحملات القادمة باذن الله بالاضافة ان فيه منتجات فوري باسعار رائعة جدا تقدري تستفيد من العروض بتاعتها ده كان الريفيو بتاعنا النهاردة اتمنى اي حد تجرب السيرم او كريم العيني ولي رأيه تحت فيه التعليقات واتمنى يكون الريفيو افادكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب واشوفكم في فيديوهات حلوة كتير وريفيوهات اخلى على خير بوي بوي اشتركوا في القناة